موسيقى القائد العام للقوات المسلحة الجادية الفريق أول إبراهيم سعيد محمد عقل اجتماعي منفصلين الأول ضم قوات الجيش الوطني والآخر قوات الشرطة الوطنية وزير الطروة الحيوانية افتتحوا بمدينة مساكورية حاضر اقليم حجر لميت ورشة حول التفاكل وطعي التراتيجية للإدارة لصالح المراكز الخدمية باقليم المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله من الفضايا الجادية نقدم لحضرتكم معرضنا المسائل هذا اليوم احتفل مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية السيفور بذكرى الخمسانية لتأسيسه وكان وزير الاقتصاد والتغطية التنموي إنجيتو ترينباي هو من رأس أعمال المنتدى الدولية الذي أقامه المركز بهذه المناسبة تقرير سعيد أحمد حسن خمسون عاما منذ تأسيسه ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ما زال مستمرا بالعطاء في الوسط الشادي وكل هذا البدل دفع مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية السيفور للإحتفال بذكراه الخمسين وذلك بعدة نشاطات منها هذا المنتدى الدولي الذي أخذ عنوان التنمية الإفريقية في القرن الحادي والعشرين عدة كلمات ألقيت تناولت دور هذا المركز في التنمية والخدمات التي يقدمها إلى أن جاء الدور على نائب رئيس مجلس الإدارة الذي قال إن هذا العطاء الذي يقدمه مركز الدراسات والتنمية بساعدة سامية من حكومة البلاد التي أتاحت لنا فرصة تقديم الخدمات للمجتمع التادي خاصة للشباب والنساء وسيستمر المركز على نهجه إلى ما لا نهاية والكلمة الخاتمة كانت لوزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إنجيتو ترينباي التي قال فيها لابد من محاربة الخمول والتوجه نحو النهضة ولا نعني بذلك نهضة شات وحسب بل النهضة الإفريقية بالكامل والذي هو المحور الأساسي لهذا المنتدى الذي يجب على كل حاضر هنا المشاركة فيه بكل قواه الفكرية على فكرة ما تكون منطلقا لآفاق بعيدة المنتدى الدولي الذي أخذ عنوان التنمية الإفريقية في القرن الحادي والعشرين سيناقش عدة محاور منها التعليم والبحث الاقتصاد والتنمية الاقتصادية مكافحة الإرهاب الشباب والنساء وغيرها من المواضيع التي تهم القارة الإفريقية مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية أسس في 29 سبتمبر لعام 1976 وبدأ عمله رسميا في 30 أكتوبر لنفس العام عقد القائد العام للقوات المسلحة الجرية الفريق أول إبراهيم سعيد محمد اجتماعين منفصلين الأول ضم قوات الجيش الوطني والآخر قوات الشرطة الوطنية المناسبة حضرها المدير العام للشرطة دولة مالي ورئيث لينة الدفاع والأمن لمجموعة خمز للساحل موسى أكا أفهي كان ذلك بحضور عدد من الخبراء والشركاء الفنيين ومنراء الشرطة وقيادين في الجيش الوطني بمختلف أروتب المدير في تغيير أحمد خمز جمعة جاء إنعقاد الاجتماعين لقوات الدفاع والأمن بالعاصمة أنجمانة فالاجتماع الأول ضم وحدات الجيش تشرف في افتتاحه القائد العام للجيش فارق أول إبراهيم سعيد محمد الذي طلب في البدء الوقوف الدقيقة صمت ترحما لأرواح الجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف مضيفا أن هذا الاجتماع يأتي نتيجة للتحديات التي تواجه دول الأعضاء الأمر الذي يتطلب إلى تدافر الجهود بغية استثباب الأمن في الإقليم لأن الحالة الأمنية التي تشهدها المنطقة يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة وفق تعليمات اجتماع مجلس الأمن الذي حضره وزراء خارجية دول الأعضاء الخمسة للساحل والشركاء الفنيين مؤكدا أن جاد تعهدت في مكافحتها للإرهاب وذلك ضمن صلب اهتمامات رئيش الجمهورية إدريس ديبي إتنو في حين أن الاجتماع الثاني الذي ترأسه المدير العام للشرطة الوطنية لدولة مالي رئيس لجنة الدفاع والأمن لمجموعة دول الساحل الخمس موسى أك إفهاي تحدث في بداية المدير العام النائب للشرطة الوطنية الشادية سيراندي أونتوين مرحبا بالحضور ومؤكدا بأن هذا الاجتماع يدل على مدى التضامن القائم بين الدول المجموعة وطلب من الأعضاء اليقظة التامة والعمل بجدية لبلوغ الأهداف المنشودة عقب ذلك قدم المدير العام للشرطة المالية رئيس لجنة الدفاع والأمن لمجموعة الساحلية الخمسة موسى أك إفهاي كلمة أشاد خلالها بدولة شاد لاحتضانها هذا اللقاء مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يدخل في صميم مقررات اجتماع نيامي المنعقد في السابع والعشرين والثامن والعشرين مؤخرا مضيفا أن محاربة الإرهاب وتجار المخدرات في دول المجموعة يتطلب المراقبة الدائمة للحدود المشتركة ومعرفة الطبيعة الجغرافية للدول مهنئا قادة الدول للقرارات التي اتخذوها مؤخرا في قمة السيماك بأنجمنا والمتعلق بتسهيل عملية التنقل الحر للأفراد وممتلكاتهم الأمر الذي يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجموعة الساحلية وهذا ما يرجوه شعوب المنطقة يذكر أن فعاليات أعمال قوات الدفاع والأمن لمجموعة الدول الخمسة الساحلية تستمر ليومين على التوالي بأنجمنا زار وفد من المنظمة الدولية التركية للأغضية والزراعة بجأسة رئيس المنظمة أكان يوكسل الهدف من الزيارة عقد لقاءاتهم مع المسؤولين الشدينا والتباحث معهم عن إمكانية إقامة مشروعات في مجال الزراعة والفروة الحيوانية حيث التقى الوفد بأمين الدولة في الاقتصاد والتخصيص حيث دين الأمين نصر تطبيقا لتعهداتهم الموقع خلال أعمال الطاولة المستديرة التي نظمتها الحكومة الشادية بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر سبتمبر الماضي قام وفد المنظمة الدولية التركية للأغضية والزراعة برئاسة رئيس المنظمة السيد أكان يوكسل بزيارة للبلاد للقاء المسؤولين الشاديين وقد التقى الوفد صباح اليوم بأمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط السيد سينيابي برنباس حيث تناول اللقاء سبل التعاون بين الشاد والمنظمة وأهم الأنشطة التي تنوي المنظمة تنفيذها داخل الشاد وأبدأ أمين الدولة تعهده بتسهيل الإجراءات لتنفذ المنظمة مشروعاتها إذ تنوي المنظمة إنشاء مركز للتدريب في المجالات الزراعية لتأهيل الشباب فضلا عن مشاريع أخرى مدرجة على جدول إعمالها الهدف من الزيارة أساسا هي التعرف على فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والأغضية في الشاد ومحاولة لبناء جسور التعاون بين الشقيقة تشاد والجمهورية التركية في هذا القطاع لكن أيضا الانطلاق من مشاريع محددة تعنى بالدرجة الأولى في تطوير الثروة الحيوانية وتطوير آليات تطوير الزراعة في تشاد ولكن في آن واحد العمل على إقامة مركز متخصص لتدريب وتكوين الشباب التشادي في قطاع الزراعة هذا وبعد مقابلة أمين الدولة في الاقتصاد عقد الوفد لقاء بالسفارة التركية لدى تشاد حضره سفراء البلدين إلى جانب سفيرة شاد ببلجيكا شهدت مدينة مدينة السكورية حاضر ديق أذل ستاره على فعاليات الحملة التوعية حول تعديد التعاوج السلمي واحترام حقوق الإنسان ومكافعات التطرف لصالحي الشباب الحملة نظمت من قبل منظمة العمل الجادي من أيل ترقية المبالرات الريفية تقرير محمد حسن آدم إن الحملة التوعوية والإخبارية حول استدباب الأمن والتعايش السلمي ومكافهة التطرف والعمليات التخريبية التي جاءت بمبادرة من منظمة العمل الجادي من أجل ترقية المبادرات الريفية أكبير وتحت إشراف عمدة الدائرة الثامنة فاطمة يحيى أبد الله والتي شملت العديد من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بالدائرة سمحت للأساتذة والتلاميذ وأولياء الأمور اكتساب معارف جديدة في مجال مكافهة التطرف بشتى أنوائه وكذا الاهتمام بالتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان والتسامح منصق منظمة أتبير سيرج جيرانوجي في كلمته بهذه المناسبة أكد بأن الأهداف السامية للمنظمة هي تعزيز السلام إلى جانب مكافهة التطرف وكذا البحث عن الوصائل التي تمحد الطريق أمام البلاد لبلوغ أهداف التنمية المستدامة من ناحيتها عمدة الدائرة الثامنة طالبت من التلاميذ أنشر ثقافة السلام وأخذ الحيطة من الأشخاص زو النوايا الصيئة تنمية المستدامة كان مثل الماشين كان شغل مثل هذه المساكات ويقولوا لا لا لنا ما نشغل يعني هادروا لنا يسهل الآخر ما لله تمام من هنا لديه دام كان شغل شيئا شبتكونا هادروا ما تخصون وانتصووا التولية للآخر هزاو كما تخللت المناسبة عروض مسرحية ومداخلات تنصب جلها في صالح تعزيز الخطة والاستراتيجيات الخاصة بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين